موسيقى تشابولا الذي كان يعيش فيها كما أصيبت مرأة أخرى من جنسية مغربية بحروق نتيجة الحارق المذكور ولقي المهاجر المغربي البالغ من العمر 24 سنة مصرعه بسبب النيران اللي اشتعلت بسرعة في كخير بلاستيكي ولم يمتمكن من الإفلات بعد أن حاصرت في النيران ليموت محترقا داخلها وإلى يومية المساء كشفت المندوبية السامية لتخطيط أن مديونية لدى البنوك عرفت ارتفاعا إذ انتقلت من 17.5 مليار درهم سنة 2017 إلى 23.7 مليار درهم سنة 2018 وحسب المندوبية فقد عرفها في تدفق الودائع انخفاضا ملحوظا منتقلا من 50.7 مليار درهم سنة 2018 بالمقابل لازلت شركة الغير المالية تجد إلى القروض البنكية لتغطية حاجاتها إلى التمويل ونختم بيومية أخبار اليوم بن كيران يدعو العثماني إلى الخروج من الحكومة لهذا السبب جدد رئيس الحكومة السابق عبدالإله بن كيران في مداخلة له في الملتقى الجهوي لشبيبة العدالة والتنمية بجهة الدار البيضاء ستات مساء أول أمس دعوة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام الحالي للحزب إلى الخروج إلى المعارضة بسبب تصويته على القانون الإطار معتبرا أن ما قام به إخوانه في البيجيدي يعد استسلاما بسبب ما يتضمنه هذا القانون من فتح الباب أمام التدريس باللغة الفرنسية جولة الصحفية انتهت شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء